اشتركوا في القناة وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى قال باب في الآيات التي تكون قبل الساعة فقال عن حذيفة بن أسيدن الغفاري رضي الله عنه قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر فقال ما تذاكرون قالوا نذكر الساعة قال إنها لم تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربه ونزول عيسى بن مريم عليه السلام ويأجوج ومأجوج وثلاثة خصوف خصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم قال باب في الآيات التي تكون قبل الساعة يعني العلامات الكبار العوام التي تسبق الساعة فهذه العلامات هذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عشر علامات من هذه العلامات أو عشر آيات من هذه الآيات فيذكر حذيفة رضي الله عنه ابن أسيد يقول اطلع علينا أو اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر مجلس الصحابة يجلسون فيه ويذكرون الله عز وجل مسائل ويطرحون فيما بينهم بعض المسائل ويسألون ويعني يستفت بعضهم بعضا ونحن ذاكر فقال ما تذاكرون قالوا نذكر الساعة يعني ما هي المسائل التي أنتم تتكلمون فيها من ذكر الله عز وجل قالوا نذكر الساعة يعني تحدث عن الساعة وعن موعدها وعن وقتها ونحو ذلك قال أي النبي صلى الله عليه وسلم إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات وهذا منه صلى الله عليه وسلم من باب زيادة الفائدة لهم أنتم تتذكرون في الساعة أنا أفيدكم وأزيدكم علما بها فأذكر عليكم شيئا مما يتعلق به الساعة قال إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات العشر قال الدخان والدجال إلى آخر العشر آيات فأما الدخان فهذا الدخان في الحقيقة الموجود المذكور في هذا الحديث ليس هو الدخان الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الدخان وإنما الدخان المذكور في سورة الدخان على الأرجح هو الدخان الذي نال قريشا من القحط حتى كانوا يعني يرون بينهم وبين السماء تهيئة الدخان قريش لما ازداد كفرهم والعياذ بالله دأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأصابهم ما أصابهم وكان من بين ما أصابهم هذا الدخان من شدة القحط الذي تعرضوا لهم وهو الذي أنزل الله عز وجل فيه قوله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يرشى الناس هذا عذاب أليم رب نكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون كان هذا الدخان في وقت حياة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو مذكور هنا في سورة الدخان أما الدخان المذكور في الحديث هنا فهو الذي سيكون في آخر الزمان ومن علامات الساعة الكبرى سيكون هذا الدخان العظيم الذي سيظهر في الدنيا ويظهر في الأرض فهذا الدخان غير الدخان الذي سبق الإشارة إليه وهذه علامة من علامات الساعة الكبرى قال والدجال والدجال وسيأتي في أرواب إن شاء الله قادمة الحديث عن الدجال بالتفصيل قال والدابة أي هناك ذابة ستكون من علامات الساعة وهذه الدابة المذكورة في قول الله تعالى هذه الدابة هي المذكورة في قول الله تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون فهذه الدابة من علامات الساعة وهي المذكورة هنا في الحديث وفي الآية وهذه الدابة تخرج تكلم الناس تكلم المؤمن وتكلم الكافر تضع علامة على المؤمن تدل على إيمانه وتضع علامة على الكافر تدل على كفره والعياذ بالله وهذه الدابة قال بعض المفسرين أنها دابة عظيمة ستخرج في آخر الزمان من صدع في جبل الصفر وروي عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه وغيره من السلف أن الدابة هذه هي الجساسة هي الجساسة الجساسة هذه هي الدابة العظيمة التي تكون معا أو جاء ذكرها في حديث الدجال جاء ذكرها في حديث الدجال وهو الحديث الذي رواه تميم الداري رضي الله عنه وسيأتي الكلام عليه عند الحديث عن الدجال فذكروا أنها الجساسة على كل حال هي دابة تخرج في آخر الزمان تكلم الناس وهذه آية عجيبة هذه الدابة تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون فعند ذلك تكلمهم الدابة تكليم التذكير وتقول لهم اتقوا الله كفرتم بالله وكذا ونحو ذلك فعند ذلك ينظر الناس إلى هذه الآية في عجب لكن تكون هذه الآية من الآيات التي يغلق عندها باب التوبة كما جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الآية مع تكون مواكبة لطلوع الشمس من مغربها طلوع الشمس من مغربها فهي إما التي تسبق طلوع الشمس أو أن طلوع الشمس يسبقها لكن هما معا يعني الواحدة على إثر الأخرى الواحدة على إثر الأخرى مباشرة قال النبي صلى الله عليه وسلم وطلوع الشمس من مغربها أي من علامات الساعة الكبرى طلوع الشمس من مغربها وهذا يعني أن الشمس تترير سنتها فبدلا من أن تطلع من المشرق ستطلع من المغرب فعند ذلك يغلق باب التوبة وهذا اليوم هو اليوم الذي تظهر فيه الدابة إما قبل طلوع الشمس أو هي بعد طلوع الشمس من مغربها قال ونزول عيسى بن مريم أي من هذه العلامات نزول عيسى بن مريم عليه السلام وهذا سيأتي عليه الكلام تفصيلا إن شاء الله قال ويأجوج ومأجوج وهذا أيضا سيأتي عليه الكلام أيضا تفصيلا أثناء الحديث عن الدجال وعن نزول المسيح عليه السلام قال وثلاثة خصوف خصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف بجزيرة العرب ثلاثة خصوف يعني يحدث في الأرض خصوف يعني أقرب بالزلازل الشديدة العنيفة جدا التي تتغير معها طبيعة المكان ويخصف بأهله أو الأرض يحصل فيها نوع من الانقلام ونحو ذلك تغور بأهلها تنقلب على أهلها نحو ذلك وتحدث خصوف عظيمة جدا هذه الخصوف ثلاثة خصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف بجزيرة العرب قال في شرح التلمذي قال ابن الملك قد وجد الخصف في مواضع لكن يحتمل أن يكون المراد بالخصوف الثلاثة قدرا زائدا على ما وجد كأن يكون أعظم مكانا وقدرا نعم وجد خصوف سبقت لكن هذه الخصوف الثلاثة ستكون مختلفة تماما عن ما سبقها من الخصوف على وجه الأرض قال وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم يعني آخر هذه الآيات هذه النار التي تحشر الناس تطردهم إلى أرض محشرهم وأرض المحشر هي الشام أرض المحشر هي أرض الشام فهذه النار تحشر الناس إلى أرض الشام من المشرق من المغرب من كل مكان هذه النار تسوق الناس سوقا إلى أرض الشام لكن الناس في سوقهم ومحشرهم إلى أرض المحشر على أحوال مختلفة هي في جملتها ثلاثة أحوال كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس على ثلاث طرائق راغبين راهبين واثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير وعشرة على بعير ويحشر بقيتهم النار ويحشر بقيتهم النار ثلاث أحوال يعني وكأن عندما يحصل طلوع الشمس من مغربها وظهور الدابة وكذا يبدأ الناس في الذهاب والقصد إلى أرض المحشر إلى أرض المحشر فالمؤمنون منهم الذين لا يزال منهم بقية على وجه الأرض فإنهم يحشرون راغبين راهبين يعني ينطلقون إلى أرض المحشر على هذا الحال وهناك من يحشرون إلى أرض المحشر في حال من الإطراض اثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير ونحو ذلك وتحشر بقيتهم النار كما في رواية أخرى أو في حديث آخر قال تقيلوا معهم حيث قالوا وتسيروا معهم حيث ساروا أو كما قال النار هي التي تحشر الناس يعني تصور هذا المشهد مشهد عجيب جدا أن يحشر الناس مثلا اللي جايين من اليمن رحين الشام النار تظل تطربهم وهم أمامها تسوقهم النار إلى أرض المحشر حتى يحشر الناس جميعا في أرض المحشر وهي أرض الشام أرض الشام يعني اللي الآن تسمى بسوريا والأردن وفلسطين هذه تسمى أرض الشام ولبنان ونحو ذلك هذه المنطقة تسمى أرض الشام وهي أرض المحشر والمنشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإمام بن كثير رحمه الله عن هذه الأحاديث يقول فهذه السياقات تدل على أن هذا الحشر هو حشر الموجودين في آخر الزمان من أقطار الأرض إلى أرض الحشرين وهي أرض الشام وأنهم يكونون على أصناف ثلاثة ثم قال باب لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز باب لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرة لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرة أي لا تقوم الساعة حتى تحدث هذه النار أي النار التي من شدتها تخرج هذه النار في أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرة يعني الإبل بحيث أنها الوقفة في بصرة الإبل الوقفة في بصرة هذه الإبل بعيدة جدا عن المدينة طبعا هذه الإبل ناحية الشرق يعني ناحية العراق فهذه الإبل وهي واقفة النور الذي ينبعث من النار التي في المدينة أو حول المدينة هذه النار يضاء لها أعناق الإبل في بصرة وهذا يدل على أنها نار عظيمة جدا جدا بحيث أن هذه النار لمسافات طويلة وبعيدة جدا أميال ونارها وضراؤها أو ضوءها يصل إلى هذا القدر ولذلك هي نار عجيبة كان من أجل ذلك أن ذكرت من علامات الساعة لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرة ولكن هذه النار هذه النار غير التي وردت في الباب الذي قبل ذلك نتنبه إلى أن هذه النار في هذا الحديث هي ليست النار التي في الحديث السابق وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم لا هذه النار غير هذه ليست تلك هذه ليست تلك النار التي تحشر الناس إلى أرض محشرهم في آخر ساعات الدنيا آخر ساعات الزمان إنما هذه النار الموجودة في الحديث الثاني هذا لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرة الظاهر من هذه النار هي التي ظهرت في زمن تقدم ذكر الإمام بن كثير رحمة الله عليه فهذه النار تكلم عنها الإمام بن كثير رحمه الله في كتاب البداية والنهاية وأنها وقعت وأنها نقل ذلك عنها العلماء والمؤرخون وكانت سنة ستمائة واربعة وخمسين من الهجرة سنة ستمائة واربعة وخمسين من الهجرة تحدث عنها العلامة شهاب الدين أبو شامة المقدسي وغيرهم يعني من العلماء والإمام بن كثير نقل هذه الأخبار كلها في كتاب البداية والنهاية في أحداث هذه السنة سنة ستمائة واربعة وخمسين فمن شاء يعني يرجع إلى البداية والنهاية في ذلك فهذه النار ذكر يعني من ذكر ذلك من العلماء أنها كانت عظيمة جدا حتى أن الناس كانوا يستضيئون بها في المدينة الناس في المدينة ما كانوا يحتاجون إلى إضاءة اللي عايز يعني يعمل أي شيء بالليل النار هذه كانت عظيمة جدا حتى أنه حكى أهل بصرة أن آثار هذه النار كان يصل إليه فهذه النار غير التي تكون في آخر الزمان ثم قال باب في سكن المدينة وعمارتها قبل الساعة باب في سكن المدينة وعمارتها قبل الساعة قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليست السنة بأن لا تمطروا ولكن السنة أن تمطر وتمطر ولا تنبت الأرض شيئا ليست السنة والمقصول بالسنة هنا الجد والقحط الذي يصيب الناس فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليست السنة بأن لا تمطر لا أبدا ينزل المطر ولكن السنة أن تمطر وتمطر ولا تنبت الأرض شيئا بحيث أن الأرض ترفض أن يخرج شيئا منها نسأل الله العفو والعافية لكن ما مناسبة هذا الحديث لهذه الترجمة باب في سكن المدينة وعمارتها قبل الساعة الحقيقة أنه الحديث المباشر لهذه الترجمة أو المناسب لهذه الترجمة لم يدخله هنا المختصر وإن كان في الأصل ذكره مسلم رحمة الله عليه مذكور في الأصل في كتاب مسلم في الأصل وهذا الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في ما ذكره أيضا الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ المساكن إهاب أو يهاب قال النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ المساكن أي مساكن المدينة تبلغ المساكن إهاب أو يهاب ويهاب قال في الحديث يعني قال زهير قلت لسهير فكم ذلك من المدينة يعني إهاب دي أو يهاب دي المنطقة دي بينه وبين المدينة قال قال كذا وكذا ميلا كذا وكذا ميلا هذا الحديث أنسب للترجمة يعني بام في سكن المدينة وعمارتها قبل الساعة النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن العمارة ستتوسع في المدينة حتى تصل عمارة الناس للمدينة إلى منطقة يستسمى إهاب أو يهاب هذه المنطقة بعيدة عن المدينة كذا وكذا ميلا كما قال التابعي رحمه الله تعالى وهذا في الحقيقة شيء موجود هذا شيء مشاهد موجود واقع إن المدينة كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هي عبارة عن مساحة المسجد النبوي الآن هي دي كانت المدينة كلها عن أولها عن آخرها كانت هذه المدينة المسجد النبوي الآن المدينة لها أطراف شاسعة وهذا من ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من دلالات النبوي أن بلغت عمارة المدينة إلى هذه المنطقة إيهاب هذه أو يهاب بل تجاوزتها الآن أما الحديث الآخر فتأمنوا الله أعلم المناسبة له ليست السنة بأن لا تنطروا ولكن السنة أن تنطروا وتنطروا ولا تنبت الأرض شيئا أنه مما يكون من حال المدينة في آخر الزمان أنه هيحصل جد مما يتعلق بعمارتها أيضا أنه هيحصل جد وإلا لا أدري والله أعلم ما هي المناسبة وإلا مسلم رحمه الله في آسف المو رحمة الله عليه في الشرح لم يذكر شيئا حول ذلك وهذا الحديث تفرد به مسلم تفرد به مسلم ولم أقف على شرح يعني تفصيل لهذا الحديث ثم قال باب الفتنة من المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان باب الفتنة باب الفتنة من المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان قال عبد عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق يقول على إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان يعني من جهة المشرق ألا إن الفتنة ها هنا ألا إن الفتنة ها هنا باب الفتنة من المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان وهذه المسألة وردت فيها أحاديث كثيرة وهي مسألة كون الفتنة من المشرق وأن المشرق هو الجهة التي دائما تأتي منها الفتن على الأمة الإسلامية خصوصا والتاريخ مليء بذلك يعني من تتبع التاريخ فإنه يرى ذلك واضحا جليا ومن أحاديث النبي السلام في ذلك أنه قال يوما رأس الكفر نحو المشرق وفي هذا الحديث قال ألا إن الفتنة ها هنا ألا إن الفتنة ها هنا يعني تأتي من المشرق دائما ولذلك من استقرأ التاريخ علم أن الفتنة كلها تقريبا كانت من جهة المشرق التي مرت بها الأمة فمن هناك يعني من المشرق ثارت فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه فقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الفتنة ها هنا ألا إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان كما ذكرنا قبل أذان الإشاء أنه من تتبع التاريخ وجد أن الفتنة التي تعرضت لها الأمة الإسلامية على الخصوص أكثرها إن لم يكن كلها تقريبا من جهة المشرق فعلى سبيل المثال نجد أن فتنة مقتل عثمان بدأت أول ما بدأت من جهة المشرق ثم نضم إليها المصريون وغيرهم من الجهات الأخرى نجد مثلا من هناك من جهة المشرق خرجت فتنة الحرورية الخوارج الذين كفروا الصحابة وقاتلوا المسلمين بعد ذلك واستحلوا دماؤهم أيضا من هناك قامت ثورة الزنج في سنة 255 بالبصرة أيضا من هناك أيضا من المشرق قامت حركة القرامطة الحركة الإجرامية الباطنية سنة 278 أيضا كانت من المشرق وفعلوا ببلاد المسلمين ما فعلوا أيضا من هناك هبت رياح التتار وما أدراك ما فعل التتار ببلاد المسلمين أيضا من هناك من جهة المشرق ثارت فتنة داعش في هذا العصر ولا تزال وسيبقى الأمر كذلك أو سيبقى الأمر يعني الفتن تأتي من المشرق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى تأتي رايات الدجال أيضا من المشرق فالدجال إذا ظهر ظهر من جهة المشرق وأول رايات الدجال ستكون من جهة خرسان بإيران الآن موجودة الآن فهذا الحديث أيضا فيه علامة من علامات النغوة ودليل من دلائل النغوة ثم قال باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة ذا الخلصة ذا صنم كان يعبد قديما في اليمن قال عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزة فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت لأظن حين أنزل الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أن ذلك تاما يعني فيش حد خلاص هيعبد أصنم تاني بعد كده خلاص قال إنه سيكون من ذلك ما شاء الله يعني بالفعل سيكون هذا زمن إلى أن يشاء الله تعالى ثم يبعث الله ريحا طيبة فتوفى كل من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم طيب هذا الحديث ما ليس شاهد أو مباشر للترجمة الحديث اللي هو مباشر للترجمة مذكور في الأصل ولم يذكوره المختصر وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلاصة لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلاصة وكانت صنما تعبد في دوس في الجاهلية لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس الأليات عجز المرأة مقعدة المرأة فالنبي صلى الله عليه وسلم يصف أن النساء أو الناس سيرجعون إلى الشرك في آخر الزمان حتى يطوفون كما يطوف بالبيت حول هذا الصنم حتى أن النساء وهن يطوف أجسادهن تهتز بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم يصف لنا ذلك أن هذا سيكون في آخر الزمان وهذه الأحاديث فيها إشارة إلى أن البشرية ستعود في آخر الزمان إلى عبادة الأوثان وهذا في الحقيقة نسأل الله العفو والعفو آثار أو مقدماته موجودة حتى في بلاد المسلمين نحن نرى الآن في بلاد المسلمين التعظيم للأصنام بدأ يعود مرة أخرى نجد الأصنام المنتشرة في الميادين في بلاد المسلمين نجد الأصنام التي اتخذت كرموز لكثير من الأمور نجد الأصنام التي صارت يعني معظمة ولها مكانة وجلالة ونحو ذلك نسأل الله العفو والعفية ولذلك من علامات الساعة أن يبدأ الناس في الرجوع إلى عبادة الأصنام مرة أخرى فنسأل الله العفو والعفية نقف على باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل فأتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء نسأل الله العفو والعفية اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وتغفر عنا سيئاتنا وتغفرنا مع الأبرار قول قولي هذا وأستغفر الله أي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين